السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يظن بأن الروتين البشرة عبارة عن وضع كذا وضع كذا لا هناك أساسيات في أشياء أساسية في خطوات تنصح فيها دور التجميل اللي بيشتغلن بالخبيرات التجميل خبراء التجميل في خطوات ينصحونك بها لتطبيقها ليكون الروتين العناية بالبشرة بشرة الوجه والجسم صحيح من أنواع الروتين التي سنتكلم عنها اليوم هي روتين العناية ببشرة العين بالجلد العين الروتين العناية ببشرة العين لا يتطرق له أحد اللي بيتكلموا عن الروتين اللي حول العين عددهم قليل جدا اليوم نتكلم عن الطريقة الصحيحة لعمل روتين العناية ببشرة العين حول العين وكثير السيدات كثير أخوات بيعمل الروتين للبشرة ما بيعمل الروتين لحول العين أو بيستخدم الروتين للبشرة نفسه بيستخدمه لحول العين أول شيء مطلوب منك لروتين حول العين حول العين أول شيء هو تنظيف البشرة بشكل جيد وخاصة من المكياج ما بصير تنامي بالمكياج قطعيا أكبر خطر ممكن تعمليه ببشرتك تترك المكياج للصباح لا تترك المكياج على وجهكي حتى الصباح يجب أن توزيليه قبل النوم وبطريقة صحيحة ومن الأعماق لكي لا يمتص الجسم ويبقى يشكل ضرر على بشرتك ويعمل لك تجاعيد أحد الأسباب اللي بتجعل الجلد المحيط بالعين يعني من الأسباب اللي بتخلي حوالي العيون فيهم مشاكل لأنك ما بتنطفي من المكياج بشكل ممتاز جداً أنت بتهتمي بإخدودك تهتمي برغبتك تهتمي بجبهتك وتتركي على المنطقة الرائعة المهمة جداً جداً في جمالك واللي المشكلة يا جماعة أنه أي شيء بصير تحت العين بيخرب الوجه مباشرةً بيخرب الوجه مباشرةً تنفخ شديد أي زوال الكولاجين أي تجاعيد ينعكس وخصوصاً إذا كنت صغيرة أنا رجل عمري ستين سنة أنا عمري ستين سنة والله أحياناً أحياناً بتجيني لهمة أحياناً بتجيني لهمة بأعمل روتين لعيوني وأنا رجل والرجال ما بيعملوا روتين هاتما هم فاضين الخرابط هاي تبعاً الحريم ورغم دارك أحياناً والله بأعمل فتنظيف البشرة أول خطوة خصك تقوم فيها تنظيف البشرة أو اثنين ما تنامي في المفتياج ثلاثة لازم تعرفي بأن الروتين العناية حول العين مختلف ما له علاقة بروتين الوجه حتى الخلطات حتى الكريمات ملو علاقة ببقية وجهك زاد يجب أن تفهم شيء مهم جداً جداً بأن الجلد اللي تحت العين رقيق وكلما صار رقيق أكثر ها يصيبك هالات سوداء تحت العيون لماذا؟ لأن إذا صار الجلد تحت العين رقيق أكثر من اللازم الشعيرات الدموية اللي بتمشي بالجلد اللي تحت العين معادي يمشي فيه الدم لما معادي يمشي فيه الدم يصير الدم يخرج خارج الشعيرات الدموية لما يخرج خارج الشعيرات الدموية بصير يتكدس على شكل بصير يتكدس تحت الجلد بالجلد أو داخل الجلد وحاو تحته زائفة بصير يصير يبين عندك سواد زراق ثم سواد تحت العيون وأنت بتفكري بتفكري أنه السواد تحت العيون بتفكري أنه سببه شمس أو سببه وكذا لا أهم سبب للسواد تحت العيون أنه الشوعيرات الدموية الشوعيرات الجلد بصير رقيل وأنت تستخدم المكياج التركي وتنامي أو ما تنظفه بمواد مهم صحيحة أو إلى أخري فبصير رقيق أكتر لما سير رقيق أكتر الشوعيرات الدموية الآن ليس بحث لمعده يمشي فيا لما لمعده يمشي فيا ما يحدث؟ الدموية يخرج وينفجر الشعيرات الدموية يتفجر يخرج من خارجها خارج الشعيرات الدموية يتكدس تحت العين في الأول يحدث على شكل زراق ثم يحدث أسود وطبعا فيه نسوان وعيونها منفخة وعيونها كده كده تخوف وتلاقي كياس سواد من شدة الترقق العين من شدة الترقق ظلت بعبص بعينها وتجيب لي مكياجات وتجيب لي خرابيطة مكياج تحت العين يختلف عن مكياج البشرة العناية بحول العين ما لها علاقة يا عباد الله بروتين العناية بالبشرة هذا إلو روتين وهذا إلو روتين هذا إلو روتين هذا إلو روتين حتى الأنف إلو روتين لواحد ولك حتى الأذان إلو روتين لواحد إذا بدك تستغلصها الخطوة الأولى نظفنا طيب الخطوة الأولى نظفنا الخطوة في عندك أيضا أعشاب ممكن تنظفي فيها مثل ورق الحبق مثل البابونج مثل الخزامة مثل كليل الجبل هذول كلهم ممكن تنظفي فيهم بشرتك مثل الهيل الحب الهيل قاع كله ها أتنظفي فيه هذول كلهم ورق الريحان وخصوصا ورق الحبق البلدي ممكن تغليهم واحد منهم وتنظفي فيه البابونج في عندك الآن في عندنا الخطوة الثانية بعدما نظفتي حول العين الخطوة الثانية هي السيروم تحت العين ضروري جدا يكون عندك سيروم فيه سيرومات ماركات هاي كلاس فيه سيرومات طبيعية ترى بكثير بنات بيطلعنا يوتيوب بيطلعنا هون شو يقول لك السيروم تحت العين بيخترعن من عندك بيخترعن راح أحط لكن أنا يوم عبد العزيز إن شاء الله تحاله اليوم 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 راح أحط لكن سيرومات ملكية تحمليها بالبيت تحت بشرتك عشان تحت العيون عشان بشرت تحت العيون إذا الخطوة الثانية شو بدك تعملي يا بابا بعدما نظفت البشرة السيروم ضروري جدا يكون عندك سيروم حتى تموت يوميا تحطيه تحت العين السيرومات وتبدل كل فترة تعملي السيروم لكن السيرومات تقلل جدا جدا ضرر تجاعيد والخطوط الدقيقة زائد تساهم بضخ الكولاجين للتخلص من مشكلة أترققت عن جل تحت العين وبالتالي مضاد بيصير عندك عكس للشيخوخة تحت العين الخطوة الرقم ثلاثة نظفتي حطي تسيروم الخطوة الثلاثة مهمة جدا جدا كل ما صار تحت العين جاف كل ما صار رقيق كل ما صار عندك هالات سودة فبدك ترطبي تحت العين الخطوة الرقم ثلاثة الخطوة الرقم واحد نظفنا تحت العين هنا الخطوة الثانية وضعنا السيروم الخطوة الثالثة ترطيب بدك تعملي تجيبكو عندك مرتب سواء انت بتعمليه أو تشتريه والأفضل انك تعمليه بيدك بيوه عضوي الخطوة رقم أربعة الخطوة رقم أربعة في كريمات كريمات كريم مش برطب يعني يعني كريم علاجي علاجي لتحت العين مثل الكريمات اللي فيها حمض الهيالورونيك في شيء شيء اسمه حمض الهيالورونيك حمض لهيالورونيك هذا الحمض ممكن كل فترة تشتري لك علفة وتحطي تحت العين هذا مهم جدا 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 مضاد شيخوخة من الطراز الأول بحفز إنتاج السوائل حول العين وليس ذلك معادة جلد تصير رقيق وخصوصا إذا استخدمت أيضا كريم ثاني في يوريتينول فيتامين ألب إذا الخطوة رقم أربعة خطوة واحدة وأول خطوة نظفت تحت العين خطوة الثانية حطت السيرون خطوة الثالثة رقبت تحت العين الخطوة الرابعة في عندي كريمات خاصة مصنوعة فيها فيها حمض الهيالورينيك وفيها الريتينول إذن الكريم اللي تحت العين يجب 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 أن يحتوي على حمض الهيالورينيك والريتينول أو كل واحد لوحده وتستخدمين لتحت العين هذول مهمات جدا جدا حطين حلق بأذنك وكرر الخطوة الرابعة كريم مخصص أو قطرة مش ضروري كريم أحيانا بيستخدموا قطرة فيها فيتامين سي وريتينول وحمض الهيالورينيك هذول فيتامين سي حمض الهيالورينيك والريتينول ثلاثة هذول الكريم هذا يجب أن يحتويهم أو أحيانا بيكون على شكل مرهم وأحيانا بيكون على شكل مثل قطرة ها بتستخدمي تحت لهم الخطوة رقم خمسة استخدام واق الشمس كثير حريم بفكر وانتي بتفكر انه واق الشمس بس عشان الشمس عندنا عندنا بالدول العربية انتي بتفكري واق الشمس بس عشان الوقاية من الشمس لا لا واق الشمس أيضا لتخفيف ضرر الضوء في كثير حريم عند انتجا عيدة بوجهة ما بيطلع على الشمس ما بيطلع على الشمس بالكويت بالكويت درجة حرارة تصل 50 درجة 55 درجة بالكويت بالإمارات وبعض مناطق بالسعودية ها الحريم بيطلعن بالشمس لا شمس حاق ما بيطلع يظهر هل هي الليل أو المساء طيب من من تجين التجاعي من الضوء الشديد ضوء الهاتف ضوء الهاتف الضوء الهاتف هذا اسمه الضوء الأزرق ضوء الكمبيوتر الضوء هذا اللي فوقيه هذا كله بسبب تجاعيد ترى لا تفكروا ترى الضوء اللي بالبيت هذا هذا ضوء الكربة ترى هذا أحد الأسباب الرئيسية للتجاعيد اقروا وتعلمين تعلموا فالآن لو فتحت الهاتف قليني أفتح الهاتف هذا هاتف مين هذا هاتف هذا الهاتف لما تمسك الهاتف اضغط هنا بتلاقي كلمة اسمه تصفيت الضوء الأزرق لا